تستمر أزمة انقطاع الكهرباء في العاصمة طرابلس تؤرق المواطنين مع اشتداد حرارة فصل الصيف حيث تصلت ساعات الانقطاع لما يقارب من 12 ساعة بشكل عام وبعض المناطق وصلت حتى 20 ساعة متواصلة نتج عنها الكثير من المشاكل في الجهات العامة كقطاعات الدولة منها قطاع الصحة بالإضافة للمحالة التجارية والمخابز ومنازل المواطنين مما سبب حال من الاحتقان لدى المواطنين بالعاصمة على إثر ذلك تظاهر عدد من الشباب أمام مقر المجلس الرئاسي لحكومة الصخيرات بالعاصمة طرابلس وذلك استنكارا وتنديدا على ترد خدمات شركة الكهرباء والانقطاع المستمر لها المتظاهرون طالبوا بإنهاء الفساد الكبير الذي تتعرض له شركة الكهرباء وتحكم شخصيات غير مسؤولة بإدارة الشركة أزمة الكهرباء تعد من أسبابها الرئيسية فوضى الميليشيات والتي تتناحر فيما بينها مما يسبب انهيار في الشبكات الواقعة في نطاق الاشتباكات بالإضافة لسيطرة الميليشيات على شركة الكهرباء ووضع أشخاص محسوبين عليها كما حدث بين ميليشيات الزاوية ومصراتة من تناحر وتهديدات وقتل للسيطرة على رئاسة مجلس شركة الكهرباء لقناة ليبيا الحدث بو بكر العجيدي اشتركوا في القناة